السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي يا رب كلكم طيبين وبخير واهلا بكم متابعيني في كل مكان انا مروة ظهرة ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الثالث الابتدائي في مادة الدراسات الاجتماعية هشرح معاكم الدرس الاول بعنوان موقع وطنون العربي قبل مبدأ الفيديو بتمنى لو بقدم لحضراتكم معلومة بسيطة كلك تدعم الفيديو باكبر عدد من اللايقات والتعليقات واشرفوني بالاشتراك في القناة وفعلوا بجرس على كلمة الكل علشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي انا هنزلها ان شاء الله تابعوا الفيديو للاخر واستفادوا من شرح المادة بمنتهى البساطة هنشرح النهاردة الدرس الاول بعنوان موقع وطنون العربي في البداية خلينا نعرف ان الوطن العربي ده عبارة عن 22 دولة عربية الدول ديت مشتركة في خصائص معينة او بتجمعهم خصائص مشتركة زي اللغة وزي الدين وزي التاريخ علشان كده اطلق عليهم كلمة الوطن العربي الوطن العربي يعني مكون من 22 دولة ال22 دولة دول بتوجب بينهم خصائص مشتركة زي اللغة والدين والتاريخ فبيقول لي ان مصر بتحرص على اقامة علاقات صداقة وتعاون مع جرانها من الدول العربية دي على مر العصور وبدأ يتكلمني عن موقع الوطن العربي بالنسبة للعالم عايزين نعرف فقال 22 دولة وموقعهم فين بالنسبة للعالم كله وموجودين فين والدول دي موجودة في اي قرة وكمان عدد الدول دي كام اول حاجة بيتكلم ان بيقع الوطن العربي وسط قرات العالم القديم واحنا عارفين من السنة اللي فاتت ان قرات العالم القديم اللي هي افريقيا واسيا واوروبا يقع الوطن العربي وسط قرات العالم القديم اسيا وافريقيا واوروبا بيقولي بقى ان بتمتدي اراضي الوطن العربي في قرتين اللي هما قرات اسيا وقرات افريقيا الـ 22 دولة دول موجودين في قرتين قرة أسيا وقرة إفريقيا أول حاجة يبدأ يتكلم عليها الموقع الجغرافي للوطن العربي وإحنا خدنا السنة اللي فاتت تعريف الموقع الجغرافي هو موقع المكان بالنسبة لليابس والماء يعني أنا دلوقتي هحكي على الموقع الوطن العربي بالنسبة لأماكن اليابس والماء وأنا هتكلم عليه من ناحية الشمال ومن ناحية الجنوب وإيه اللي بيحده من الشرق وإيه اللي بيحده من الغرب فأنا هتكلم أول حاجة بيحده الوطن العربي من ناحية الشمال من فوق البحر المتوسط وجبال تروس البحر المتوسط وجبال تروس البحر المتوسط وجبال تروس ده شمالا أول حاجة رقم 2 بيحده جنوبا البحر العربي حاجة ده بحر جديد احنا بقى عارفين البحر المتوسط عارفين البحر الأحمر هنسمع بقى في سنة 6 على البحر العربي والمحيط الهندي والصحراء الكبرى ده من ناحية الجنوب البحر العربي المحيط الهندي الصحراء الكبرى وبيحدوا شرقا جبال اسمها زاقرس والخليج العربي وخليج عمان بيحدوا من الشرق جبال زاقرس والخليج العربي وخليج عمان وبيحدوا من الغرب بقى ده أسأل حاجة المحيط الأطلنطي تاني ده اسمه الموقع الجغرافي للوطن العربي بيحدوا الوطن العربي من ناحية الشمال البحر المتوسط وجبال تروس وبيحدوا من ناحية الجنوب البحر العربي والمحيط الهندي والصحراء الكبرى وبيحدوا من الشرق جبال زاقرس والخليج العربي وخليج عمان وبيحدوا من الغرب المحيط الأطلنطي ده الموقع الجغرافي للوطن العربي قال لي مساحة الوطن العربي بقى الـ 22 دولة دول واعين في مساحة بتبلغ نحو 13 مليون كيلومتر مربع مساحة الوطن العربي بتبلغ 13 مليون كيلومتر مربع دول الوطن العربي وزي ما قلت لكم من بداية الفيديو عبارة عن 22 دولة إفريقيا فيها 10 دول وأسيا فيها 12 دولة إفريقيا فيها 10 دول وأسيا فيها 12 دولة مساحة إفريقيا 10 دول بسي مساحة العشر دول دول أكبر من مساحة 12 دولة الموجودين في أسيا إفريقيا فيها 10 دول بيمثلوا 72% من مساحة الوطن العربي وأسيا فيها 12 دولة بيمثلوا 28% من مساحة الوطن العربي أكبر دولة في الوطن العربي هي الجزائر وأصغر دولة في الوطن العربي هي البحرين أكبر دولة في دول الوطن العربي هي الجزائر وأصغر دولة في دول الوطن العربي هي البحرين درس بسيط جدا وسهل ما تشفي أي حد صعبه بعد كده هيدا يقولي بقى أن الدول دي نقسومة للجناحين جناح طبعا الجناح الإفريكي يعني الدول دي وقع في قارة إفريكيا ودول وقع في قارة أسيا الدول اللي وقع في قارة إفريكيا زي ما قلت لكم عددهم عشر دول وانتم مطلوب منكم تحفظوهم على الخريطة وبمجرد تقرارهم هتلاقوا نفسكم حافظتوهم مصر الدول دول عددهم عشر دول ودول اللي موجودين في قارة إفريقيا زي ما قلتلكم أول حاجة مصر والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموروتانيا والجبوتي والصومال وجزور القبر دول عشر دول موجودين في قارة إفريقيا وتعالوا فيه اتنشر دولة موجودين في قارة أسيا وبيبدأوا من فلسطين ولبنان وسوريا والأردن والعراق والكويت وقطر والبحرين والسعودية والإمارات واليمن والعمان دول الاثنشر دولة اللي موجودين في قارة أسيا بعد كده بيسألني سؤال وبيقول لي بما تفسر أهمية موقع الوطن العربي أيوة هو الموقع العربي لأهمية أقول لك أيوة ده الموقع العربي دي لأهمية كبيرة أهمية اقتصادية وأهمية دينية وأهمية حضارية وثقافية الأهمية الاقتصادية بدأ يتكلمني ويقول لي أن الوطن العربي ده بيقع على بحار ذات أهمية تجارية كبيرة جدا زي البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي بيقع على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العربي وكمان بيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية تاني أهل أهمية الاقتصادية لموقع الوطن العربي أول حاجة بقول أن الوطن العربي بيقع على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والبحر المتوسط والخليج العرب وبيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية الممرات البحرية زي إيه قالها عندي ثلاث مضايق وعندي قناة اسمها قناة السويس دي اسمها الممرات البحرية اللي ممكن السفن اللي بيكون محملة بالبضائع والسلع والبترول تمر من خلالها دي اسمها مضيك هيرنز ومضيك باب المندق ومضيك جبل طارق وقناة السويس دي اسمها الممرات البحرية اللي لها أهمية كبيرة في موقع مصر من الناحية الاقتصادية من الناحية الاقتصادية تاني قلت بيقع على بحار ذات أهمية تجارية مثل البحر الأحمر والمتوسط والخليج العربي وبيتحكم في أهم الممرات البحرية والطرق التجارية والممرات البحرية زي مضيك هيرنز ومضيك باب المندق ومضيك جبل طارق وقناة السويس كمان بيكلمني على نقطة مهمة جدا بيعرف لي وبيقول لي الأهمية الدينية الأهمية الدينية للموقع العربي لموقع الوطن العربي أول حاجة بيكلمني على أنه هو موطن الديانات السماوية نزلت فيه ديانات سماوية زي الديانة الإسلامية والديانة المسيحية والديانة اليهودية تاني موطن الديانات السماوية زي الإسلامية والمسيحية واليهودية وبيضم الأماكن المقدسة زي الكعبة الشريفة في مكة المقرمة وزي الكنيسة القيامة في فلسطين وزي الأظهر الشريف في مصر تاني بيضم أماكن مقدسة كتير عندي ده الوطن العربي كله بيكلمني عنه بيقول لي أن موجود الكعبة الشريفة في مكة المقرمة بالسعودية وموجود كنيسة القيامة في فلسطين وموجود الأظهر الشريف في مصر كمان بيقولي بما تفسر أهمية الوطن العربي الدينية لو جالي سؤال وقال لي أذكر أهمية الوطن العربي الدينية أنا هجوا بالإجابة بشكل بسيط جدا هقوله أنه هو موطن الديانات السماوية وبيضم الأماكن المقدسة موطن الديانات السماوية الإسلامية والمسيحية واليهودية وبيضم الأماكن المقدسة زي الكعبة الشريفة في مكة المقرمة وكنيسة القيامة في فلسطين والأظهر الشريف في مصر كمان لو جي يسألكوا السؤال الأخير أو الأهمية الأخيرة اللي هي الأهمية الحضارية والثقافية وبيقول لي قامت على أرض الوطن العربي أقدم الحضارات في العالم وطبعاً كلكم عارفين أقدم حضارة في العالم الحضارة المصرية القديمة وكمان حضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد الشام تاني قامت على أرضه أقدم الحضارات في العالم نسب الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق القديم وحضارة بلاد الشام ده كان شرح الدرس نبش في أي حاجة ولو جئ لك والسؤال الأخير برضو قالك بما تفسر أهمية الوطن العربي الحضارية اكتب أهمية الوطن العربي الحضارية هتقول قامت على أرض أقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراء القديم وحضارة بلاد الشام وكمان في عندي شوية نقط كده موجودين في الدرس المرتبطة بالأسئلة اللي هتقابلكم ممكن يجي يقولك وجود في الوطن في دول الوطن العربي ده كان موجود في حاجة اسمها التراث الثقافي المشترك بين الدول دي بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي إن معظم الدول دي اسمها دول عربية معظمهم بيتكلموا اللغة العربية ومعظمهم مسلمين فقال إن في موجود بينهم تراث ثقافي مشترك بسبب اللغة العربية والدين الإسلامي كمان موجود بينهم القيم الاجتماعية مثل الروابط الأسرية والعادات والتقاليد وكمان موجود قال لي ان دول الوطن العربي ده حصل فيها تحسن تحسن لظروف الدول الوطن العربي ده قال لي عشان كانوا مهتمين بالتعليم والصحة بسبب اهتمام الدول بالتعليم والصحة وده كان شرح الدرس بشكل بسيط جدا ما فيش فيه اي حاجة اهم حاجة تعرف لي الحدود او موقع الجغرافي للوطن العربي وتعرف مساحة الوطن العربي بتبلغ 13 مليون كم ربع بيقعوا في 22 دولة افريقيا فيها 10 دول اسيا فيها 12 دولة او دولة في اكبر دول الوطن العربي الجزائر اصغر دول الوطن العربي البحرين تعرف كمان الاهمية الدينية ان هو موطن الديانات السماوية ويضم الاماكن المقدسة ولو جاي يتكلم عن الاهمية الحضارية تتكلم على ان هو قامت على ارضه اقدم الحضارات في العالم مثل الحضارة المصرية القديمة وحضارة بلاد العراق وحضارة بلاد الشام ده كان شرح الدرس بمنطقة البساطة ما فيش في أي صعوبة ياربا كنت قدمت لكم علومة مفيدة دعوتي لكم حبايبي بالتوفيق والنجاح كنت معاكم مصمر وزهران